نجي النقطة اسمها تشييد الأصول ذاتيا يعني بدل ما هشتري الأصل أنا اللي هصنعه إيه رأيك بقى مش هشتري طبعا المشكلة اللي بتصار هنا إزاي نحديد التكلفة وهل نعترف بأرباح أو خسار ولا بيقولك لو تمن شراء الأصل ده في السوق مليون وانت عشان تنشيء اتكلفت مليون ومئتين ألف في خسارة صح مئتين ألف لو كنت اشتريته كنتش هتحمل مئتين ألف دي طبعا الخسائر طبقا للحيطة والحظر لازم هعترف بيها تبنيجي الحالة العكسية بقى الأصل هشتري من بره مليون وأنا صنعته بتسعمية كسبت كام مية هل هذا مكسب حقيقي ولا لا لا بقولك ما تعترفش بالمكسب ده ليه المكسب يعترف بيه لو الهدف هو طابع التجاري يعني انا بعمل كده عشان اتاجر وبيعه واشتريه القصص دي لكن ده انا عامل مبنى للتشهيد الداخلي يبقى ده مكسب قبص صغير حقيقي ليس طابع تجاري مش هعترف بالمكسب أصلا مش هيظهر في ده فتري تمام فيه ملحوظة هنا بيقولك فيه ملحوظة هنا هو ملحوظة بتاعت لو انت بتصنع القص ده عشان تبيعه ده مش قصود سبتة اصلا ده البضاع بتاعتك يبقى ده معيار المخزون ساعتها بقى تعترف باي ارباح او خسائر عادي يعني انت ده نشاط تجاري معتاد بقولك الفاقد غير الطبيعي والتالف والغير الطبيعي والحاجات ده كلها انت بتتحملها اثناء التشغيل ما تحملهاش للأصل اما انت روح فين قيمة دخل قيمة دخل لدي خسائر غير طبيعية لازم اعب بعرف ان انا اتحملتها عشان اعشان انا بقى عارف بقى لازم تظهر مستقلة في قيمة الدخل زي فكرة الغرامات اللي انا قلتها لك من شوية في المثال اللي فات مثال ثلاثة الشركة انفقت عشان تشاهد اصل متين الف خمات اربعين الف اجور ستين الف مصرفات واللي عمل اللي القيد في حالتين لو سعر الالة المماثل في السوق تلتمة وثلاثين ولو ثلاثة وثلاثين يعني مرة هنكسب ومرة هنخسر هو الاصل ده مكلفني كم متين ستين واربعين اها تلتمة الف متكلفني ثلاثة الف هشترمي السوق انا بثلاثة وثلاثين صح؟ في مكسب ولا مفيش؟ ها؟ في مكسب مش هعترف بيه بقى هسجل الاصل بتكلفته اللي هي المتين والاربعين والستين يبقى من الالات الى مراقبة المواد مراقبة الاجور مراقبة المصرفات واحد يقول لي يا مش المواد والاجور والمصرفات دي بطبيعتها مدينة انت مسجلة هنا دينة ليه؟ ها؟ ارد اقول له ايه؟ ارد اقول له ان انا عند انفاق النفاقات دي بقول من المواد الى النقدية من الاجور الى النقدية من المصرفات الى النقدية مدينة ايه؟ انا الوقت بقفل الحاجات دي وقصدها بكون أصل يبقى بقى يدين عشان كده بقى يجاوب على السؤال ده عشان لو نفسك فيه أو جيف زهنك بحاول أنا كل اللي بيجي في دماغك أجاوب علي فكلفة التصنيع 300 ألف نفس المسألة يا لو أنا هشتري بقى ب285 سعر السوق هنا فيه خسائر لازم أعبر عنها لازم أعبر عنها الطرف الدقل مش هتغير ده نفقات فعليات حملتها ب300 طرف المدين هحط سعر الألة المماثل بقى اللون 285 عشان بقى فيه خسائر ظهرة بكم 15 ألف تقفل فين في أرباح وخسائر